السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الثاني الزراعي تعليم فني مادة الألبان اللي هنتكلم فيها إن شاء الله النهاردة بعنوان الحلقة بتاعتنا حلقة بسيطة خالص فيهاش مادة علمية عايزين نتعرف على مادة الألبان ومحتواها ايه محتوى مادة الألبان؟ توزيع المنهج الهدف من تدريس مادة الألبان وفي النهاية هنتكلم عن طريقة تقييم مادة الألبان والدرجات الخاصة بها إذن عندنا مادة الألبان جبل ما أتكلم فيها خالص يريد كل واحد فيكم يسأل نفسه شوية اختلافات بتحصل قدامك المفروض أنت تشوف أي حاجة تتكلم فيها أو تستفسر عنها طب أنا أسأل نفسي كطالب تعليم فني زراعي الصف الثاني لسه أول مرة أدرس الألبان وده علم كبير جدا وشيق مظبوط بيفيدنا كلنا أو بيفيد الجميع أنت أول المستفدين به كطالب هتكون أول المستفدين بمادة الألبان طب حد فيكم سأل نفسه عندي اللبن الجموسي أبيض ولون اللبن البجري أصفر له ايه السبب؟ طب فهي أسأل نفسي تاني اللبن يا طره هو غزاء كامل ويا في الجسم بجميع احتياجاته ولا لأ؟ طب أسأل نفسي تالت ليه يوجد فرق ما بين اللبن الصيف ولبن الشتاء هنشوف كل ده دلوقت حال إن شاء الله ما سبب أن الجبن الرومي عند أكتر من نوع من الجبن موجودة داخل السوق ليه الجبن الرومي أغلى من الجبن الطريق؟ طب أنا هأرجع للجزئية اللي أنا سألت نفسي فيها كطالب ألبان أو كطالب تعليم سنوي زراعي الصفة الثاني وبأدرس مادة الألبان المفروض أنا أسأل نفسي طب السؤال لو أنا سألته نفسي ليه لون اللبن الجموسي أبيض ولون اللبن البجري أصفر ايه السبب؟ المفروض أنا في نهاية دراستي للألبان أكون عرفت السبب طب أنا أسأل نفسي جبل أنا ما أدرس الألبان خالص أو وابل ما أدرس الألبان خالص لون اللبن الجموسي أبيض واللبن البقري أصفر لوجود صبغة تسمى صبغة الكاروتين داخل اللبن يعني الصبغة موجودة سواء في اللبن الجموسي أو في اللبن البجري هي موجودة صبغة الكاروتين طب إيه السر أو إيه السبب؟ اختفاء الصبغة او اللون الاصفر داخل اللبن الجاموسي طيب منا اسأل نفسي دي من المعلومات المفروض اكون انا عرفها او استفسر عنها طيب ايه السر او ايه السبب ان الجاموس له القدرة على تحويل صبغة الكاروتين الى فيتامين الف يبنا بسأل نفسي في البداية خالص والمفروض يكون عندي دراية واحنا اتفاجنا من البداية خالص ان منهج الالبن ده بيخدم جميع المتعلم والغير متعلم او الخاص بالمد العلمية اللي هيدرس الالبان ده بيفدنا جدا لازم يكون عندك الفية فيه طيب السؤال التاني اللي انا بسأله النفسي اللبن هو الغذاء الوحيد الكامل في القيمة الغذائية خلي بالك ويفي الجسم بجميع احتياجاته حتى الماء بما فيها الماء طيب يثبت لي ان اللبن بيفي الجسم بجميع احتياجاته من اللبن من الريمانات الغذائية حتى الماء بدليل بسيط خالص ان عندك الطفل الرضيع بيبدأ يرضع اللبن لمدة عامين كاملين خلي بالك ما بيشربش فيهم مية معنى كده ان اللبن بيحتوى على مية يبقى فيه عناصر كبرى وعناصر صغرى طيب هو غذاء كامل او الغذاء الوحيد الكامل في العناصر الغذائية لاحتواءه على مجموعة العناصر الغذائية اللازمة للجسم طيب نشوف الحتة اللي انا سألت نفسي فيها قبل كده طيب ان سألناها ما الفرق بين لبن الصيف ولبن الشتاء ليه في الصيف بيلاقي اللبن خفيف ما بيعلمش على الإناء اللي انا بأخد منه اللبن طيب ليه في الشتاء بيكون اللبن تجيل اسقل ده ايه يرجع يرجع لسبب ايه لزيادة نسبة الضهن شتاء عن صيفا طيب لما جاء اسأل نفسي تاني ليه نسبة الضهن زيادة في الشتاء عن الصيف لان الحيوانات بتتغذى على مجموعة علاء الخضراء وانخفاض درجة الحرارة ايضا خلي بالك بيساعد على زيادة لزوجة اللبن طيب سألت نفسي تاني سؤال ليه الجبن الرومي اغلى من جميع انواع الجبن او اغلى من الجبن الابيض ليه ايه السرعة وايه السبب ما دي جبنة ودي جبنة دي مصنعة من لبن ودي مصنعة من لبن السبب الرئيسي ان تختلف الاسعار بالنسبة للجبن بسبب خلي بالك استخلاص كمية البروتين انت استخلاص البروتين اللي فيها وحولته الى جبن خلي بالك يبقى انت تطربت كمية كبيرة جدا من المية جلت معايا كمية المية ارتفاع نسبة الدهنة خلي بالك في اللبن يؤدي الى ارتفاعها داخل الجبن مما يؤدي الى رفع السعر تمام انت عمالين نتكلموا عن الالبان الالبان ايه انواع الالبان اللي عندي عندي انواع الالبان اما لبن بقري او لبن جاموسي معز واغنام دي كلها البان تستخدم داخل عملية التصنيع او داخل معمل الالبان طيب انا لما اجيي اصنع اللبن يطرى فيه مجموعة معاملات هتتم عليه ايوان طبعا هتتم عليه مجموعة معاملات طيب قبل انا ما اشوف المعاملات دي عايز اشوف توزية او الهدف من تدريس مادة الالبان هو انا بدرس الالبان لي ايه السبب الرئيسي ان انا ادرس مادة الالبان كطالب ولا كعامة لا كطالب وكعامة برضو في العام هتفدني ولكن كطالب كمادة علمية مادة شيقة بسيطة عايزة تركيز عايزة تنفيذ عملي المناهج بتاعتنا على فكرة اتغيرت خالص وفيها تطوير اهتمام الدولة بتطوير التعليم الفني اهتمام عالي جدا هتتحول عندنا مدارس التعليم الفني خاصة الزراعي لنا انتمي لها واتشرب بذلك هل بالك هتتحول الى دراسة مناهج تخضع لمنظومة الجدرات ملحوظة سريعة كده عن موضوع الجدرات هينحولوا الطالب من مستمع الى منفذ هينفذ المهارة اللي هو هيتعلمها خلال المدة كلها طب الهدف الرئيسي ان انا ادرس مادة الالبان انت بالنسبة لك كصف ساني زراعي السنة دي ان شاء الله مش هيطبق عليك الجدرات الجدرات هتطبق على الصف الاول الزراعي طبعا لها مجموعة برامج ولها مجموعة حاجات كتيرة جدا بتنشرح مش خاصة بيكم لكن ان حصل تعديل يعني انت تعتبر اخر الدفعات اللي بيطبق عليها المنهج العادي بدون تطوير ايه الهدف الرئيسي ان انا ادرس مادة الالبان انا لو ما درستش الالبان هعرف احكم على جودة المنتج لا مش هعرف احكم عليه لازم ادرس مادة علمية انا لو ما درستش الالبان هاعرف اجري المهارة او انفذ عملية تصنيع برضو مش هاعرف طب نشوف كده العرض كتيب لي ايه بعد اسأل نفسك الهدف العام من تدريس مادة الالبان اكساب المهارات المعرفية اه معرفة والعملية والعلمية خلي بالك الخاصة بمجال الالبان يبا عشان ادرس الالبان هتنميلي قدراتي اولا قدرات المعرفية اللي هي ليه الكلام الذي يذكر او المسترسل او المعرفة عن المهارة اللي انا ها اؤديها الناحية العلمية ما يحدث اثناء عملية التصنيع خلي بالك يبا نقوله تاني اكساب المهارات المعرفية والعملية الخاصة بمجال الالبان يبا انا عشان بأدرس الالبان عشان اكتسب تلك المهارات طب غير كده كمان دراستي لمجال الالبان هتنمي عندي ايه هكتسب المهارات التي تؤهلني كطالب لتصنيع منتجات الالبان ما هو انا ما كانش عندي خلفية ودراية تامة وكاملة بمادة العلمية للالبان مش هعرف اصنع اي منتج لبني غير كده كمان الهدف الرئيسي من تدريس او دراستي لمنهج الالبان او لمادة الالبان اكساب المهارات التي تكسبك الخبرة للحكم على جودة منتجات الالبان انا هحكم على جودة المنتج ازاي اعرفه صالح ام غير صالح ازاي خلي بالك مش هاعرف كل الحاجات دي الا اذا انا جمت بعملية التدريس درسلي مادة الالبان تعمقت فيها عرفت بتتصنع ازاي خطوات الصناعة بتتم ازاي غير كده كمان من ضمن الاهداف التي نسعى اليها تدريس مادة الالبان او منهج الالبان اكساب القدرة على اقامة مشاريع تخص مجال الالبان اه ده احنا هنا نقف وقفة بسيطة خال خلي بالك انا عشان خاطر اتعلمت واندرس لي مادة الالبان باجع عندي خلفية ان انا اقدر اقيم مشروع الالبان وده بيحجج ربحة عالي جدا طب يا ترى هو مشاريع الالبان خاصة بعملية التصنيع فقط لا ده مش خاصة بالتصنيع ده فيه صناعات تقوم على صناعة الالبان نفسها زي اديني مثال كده المثال اللي احنا ما تذكرهه عندك مثلا انت عايز تعمل عملية تعبئة لمنتجات الالبان زي الزبادي يبا انا مضطر ان انا اقيم مصنع يبا انا ووجدت عمالة اقيم مصنع لصنع او لعمل عبوات الزبادي او عبوات الكرتون طب انا وانا باعمل عملية التصنيع خلي بالك ها اجري مجموعة من الاختبارات هيلزم من مجموعة من الادوات يبا انا ها اقيم مصانع اخرى تعمل على تصنيع الاجهزة والمعدات اللازمة لاجراء الاختبارات اذا هناك صناعات قائمة على صناعة الالبان خلي بالك طب انا لما اشتغل في مجال الالبان هحجج ربح ولا مش هحجج شيء طبيعي هيتم تحقيق الربح بأعلى درجة الميزة في الالبان او تتميز بايه كمان سرعة دورة رأس المال رأس المال سريعة جدا فيها لمدة اسبوة هو في اخر الاسبوع انت بتتحاسب نفترض كده ناخده مثال بسيط خالد لو انت اقمت مركز لتجميع اللبان يبا هتمر على مناطق الانتاج الفلاهين هتمر تجمع اللبان ومجرد نتجمعه وتجري عليه مجموعة من المعاملات مثل التصفية التبريد الاختبار وتبدأ تعمله عملية يا اما تصنيع او توريد خلي بالك للايه للمصانع الاكبر الاكبر لان انت مركز تجميع انت بتحجج لك ربح هيطلع لك منه ربح ده شيء طبيعي نتيجة ان انت جمت بعملية ايه ان انت جمعت عملت عملية تجميع جمت باجراء مجموعة من العمليات عليه زي التبريد او التصفية او خلافه اذا الهدف من دراسة مادة الالبان لينا السنة دي ان شاء الله انا عايزك تطلع من هنا من سنة تانية عارف ازاي اصنع معظم المنتجات اللبانية وتصنيع نفسه او المهارات اللي انا هستخدمها او اللي انا هاصنعها او اللي انا هيتم عملها يعني هتتوزع على الصف الثاني والصف الثالث ناخدوا مثال مثلا بنجيب سنة تانية بتاخد ثلاث اختبارات رئيسية ثلاث اختبارات اساسية هي اختبار الحموضة ونسبة الدهن والوزن النوعي هو انا باجري الاختبارات دي على اللبن ليه ناخد اختبار الحموضة عشان احدد حموضة اللبن عشان اقدر اوزع اللبن خلي بقى لك او اوجهه للصناعات المختلفة عطرة اللبن ده هدخله صناعة زبادي ولا صناعة جبن جاف او جبن رومي ولا صناعة جبن دمياطي ولا صناعة جيلاتي ما هي دي كلها منتجات لبنية او صناعات داخل مجال الالبان لازم يكون عندي بيها دراي الاختبار التاني مثلا الوزن النوعي ما انا برضه عشان خطر اعرف ان انا هاوجه اللبن لاي انواع من انواع الصناعات طب الاختبار التالت نسبة الده عشان اعرف اتحسب مع المورد بتاع اللبن اللي هيورد للبن ما انا هاقيم معمل او هاقيم مصنع وبخاصة المعامل وعلى فكرة المعامل بتحجق ارباح عالية جدا لو انا استخدمت الطريقة العلمية اللي ان شاء الله هتدرس لكم السنة دي طب نشوف المحتوى العلمي عندي شكله ايه ايه المحتوى العلمي اللي انا ممكن ادرسه السنة دي لكي تكون جدير ومهاري ولديك اساس علمي وفهم ووعي لمجال الالبان ايه المطلوب مني عشان احقق كل الحاجات المطلوبة دي لابد ان تدرس المحتوى العلمي والعملي والنظري المحتوى العلمي والعمل اللي هو المهاري يعني تؤدي المهارة بنفسك انت لو قديت المهارة بنفسك هتقدر تتماشى مع سوق العمل خارجي يعني انت اتعلمت ازاي تجري اختبار الحموضة اتعلمت ازاي تصنع الزبادي هطلع برا لو انا مش عايز اقيم معمل لا انا هاشتغل في معمل يبقى انت كده بدرستك للالبان وجدت نفسك عمل وعمل سابت ومستمر اذا علشان خاطر انا هادرس البان هيتوجد لي عمل وبالعكس ايه ايضا لو انا عايزي توجد لي عمل وبادرس في مدارس السنوية الزراعية يبقى لازم ادرس او يتدرس لي خلي بالك محتوى العلمي لمادة الالبان خلي بالك ان مادة الالبان مقسمة الى شقين شق نظري وشق عملي المعلم بتاعك خاص بيك بيبدأ يشرح لك الشق النظري ويطبق قدامك خلي بالك المهارة المطلوبة منك او اللي احنا عايزين نوصلها لك المفروض انا عشان اتعلم صح اشارك في تنفيذ المهارة واقوم بتنفيذ المهارة بنفسي لان عمل مهاري لان اللي انت بتسمعه لو هيثبت بنسبة 50% غير لما انا اسمع وانفذ يبقى هيثبت اكتر بنسبة 80% اذا العمل اليدوي او المهاري ده بيؤدي الى سباة المعلومة بتثبتها في دماغي غير كده كمان بتديني الخبرة وترفع كفاءتي في عملية التصنيع بالنسبة للمنتج طب لما تترفع كفاءتي وانا عندي خبرة في مجال تصنيع منتجات الالبان ايه اللي هيحصل اه هوجد عمل خارجي يبا انا هيكون لي اصبح لي عمل اقتات منه او يدر علي الربح طب نشوف ايه المحتوى اللي هندرسه السنة دي كم وحدة ومحتوى كل وحدة عبارة عن ايه خلي بالك ان انا ذكرت لكم من فترة او من شوية ان عندي ثلاث اختبارات اساسية هي الحموضة ونسبة الضوء والوزن النوعي دي تسمى الاختبارات الاساسية برضو هي جدرها طب نشوف ايه المحتوى اللي عندي اللي انا هاقوم بتدريسه السنة دي ان شاء الله عندي الوحدة الاولى بتتكلم ايه او مجمل ما تتحدث عنه الوحدة الاولى هناخد للمحات بسيطة كده ان شاء الله عن كل جزئية حاجة بسيطة خالص بنفتح بيها الامور بحيث انت تكون واعي وعارف انت هتدرس ايه تشمل الوحدة الاولى اللبن كمحصول زراعي وهو جزء من الدخل القومي فعلا اللبن جزء من الدخل القومي الوحدة دي بتشتمل على مجموعة عناصر رئيسية اللبن كصناعة واهميته بالنسبة للانتاج الزراعي بمعنى اخر اهمية اللبن من الناحية الزراعية والناحية الصناعية تب دي دي لبحة بسيطة خالص على الناحية الزراعية اللبن المصدر الرئيسي ليه هو عبارة عن الحيوان تب الحيوان ده هيقتات او هيكل ايه هيكل علائق خضراء او علائق جافة نتيجة الاكل هيطلع رواث او مخلفات هاخد المخلفات دي احطها للطربة الزراعية غير كده كمان الحيوان اللي هو مصدر اللبن عندي هيديني اللبن وفي نفس الوقت هيديني عجول صغيرة يبنى هستفيد باللحمة ده بالنسبة للانتاج الزراعي احنا ذكرنا من فترة او من شوية قلنا ان احنا ان شاء الله هندي لمحات ولو بسيطة طب بالنسبة لأهمية الالبان او منهج الالبان من ناحية الصناعية ذكرتها برضو قلت هناك صناعات تقوم على صناعة الالبان مثل صناعة الكارتون او صناعة الادوات المستخدمة في اختبارات اللبن ايه اللي هناخده كمان في الوحدة الاولى السنة دي ان شاء الله تعريف اللبن اللبن تعريفه هو غزاء كامل الدسم ده اللي احنا نعرفوه عنه طب انت تعرف ايه محتوى ايه مكوناته بيشمل على مكونات كبرى ومكونات صغرى وده لا طب ايه هي المكونات الكبرى والمكونات الصغرى ما انا رجل تصنيع ده انا رجل فني انا رجل دريستي البان لازم يكون عندي خلفية عن جميع مكونات اللبن اللي هناخده ايضا في الوحدة الاولى ان شاء الله تركيب اللبن والحالة التي توجد عليها مكونات اللبن هو موجود على حالة سائلة اه مستحلبة ولا غروية على حسب نوع المكون هناخد كمان الاهمية الغذائية لمكونات اللبن طب انت عملت الزهد تذكر لي مكونات اللبن خلي بالك ان مكونات اللبن تقسم الى مكونات كبرى ومكونات صغرى المكونات الكبرى تشمل الده، البروتيل، سكر اللبن، الاملاح المعدنية خلي بالك طب تعال اشوف المكونات الصغرى تشمل الفيتامينات، الانزيمات، الصبغاء، الغازات ده كلها مكونات موجودة داخل اللبن طب المية ما هي بتخلي اللبن سايل عشان يسهل تداوله او يسهل حلبه عشان خاطر اجد اعرف اتغذى عليه الدهد ده بيديني طاقة وسعرات حرارية عالية جدا السكر نفس الكلام ويستخدم ايضا سكر ويسمى سكر الاكتوز الموجود داخل اللبن بعامل اساسي ومساعد في عملية التصنيع او عملية التخمير مثل صناعة الزبادي او صناعة الجبن القريش اذا مجمل الوحدة الاولى اتكلمت عن دور اللبن او كصناعة او اهميته كالنحية الصناعية والنحية الزراعية وانا هنقض في الوحدة الاولى تعريف اللبن وانا هنقض في الوحدة الاولى الحالة التي يوجد عليها اللبن ومكوناته خدنا ايضا في الوحدة الاولى او هنقضها ان شاء الله تركيب اللبن او مكونات اللبن اللي قسمت الى مكونات كبرى ومكونات صغرى وانا كمان هناخد ان شاء الله الاهمية الغذائية لمكونات اللبن واحنا اتفقنا في الاهمية الغذائية تمد الجسم بالسعرات الحرارية تفي او تغني الجسم بجميع العناصر الغذائية اللازمة ده الاملح المعدنية اللي موجودة داخل اللبن تساعد في بناء العزم والكالسوم وموجود فيه كالسوم في فوسفور في ماغنسو في جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان وإحنا أدينا مثال في البداية خالص أول ما قلت لحضراتكم اسأل نفسك أن اللبن خلي بالك الغذاء الوحيد الكامل الدسم الذي يفي الجسم بجميع العناصر الغذائية بما فيها اللبن بما فيها الماء بدليل قاطع أن الطفل الرضيع بيرضع سنتين بدون ما بتسجيه مياه خالص إذن يحتوي على جميع العناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان دي كانت مجتملات الوحدة الأولى يبقى أول وحدة هتدرسها للوحدة الأولى اللبن كمحصول زراعي وصناعي طب نشوف الوحدة التانية بتتكلم عن إيه عندي الوحدة التانية اللي فيها معلش هي طويلة شوية أو محتوياتها أكبر شوية طب الوحدة تتكلم عن إيه أهمية مكونات اللبن من ناحية صناعية والأهمية التكنولوجية لمكونات اللبن المختلفة وكلمة تكنولوجية يعني عمليات التصنيع دور كل مكون في عمليات التصنيع دوره إيه؟ بيعمل إيه؟ وظيفته إيه؟ أهميته إيه؟ طيب تشمل الوحدة دي إيه محتويات الوحدة التانية؟ محتويات الوحدة التانية خلي بالك أهمية المية والده والبروتين وسكر اللبن اللي هو اسمه اللكتوز والأملاح المعدنية أهميتهم إيه؟ يطرى بالنسبة للإنسان ولا بالنسبة عملية التصنيع للإثنين؟ أهمية المكونات بالنسبة للإيه اللي يقوم بالتغذية عليها وأهميتها من الناحية الصناعية يعني أثناء الصناعة أثناء تصنيع المنتج اللبني المية دورها إيه؟ الدهنة دوره إيه؟ سكر اللكتوز دوره إيه؟ الأملاح المعدنية دورها إيه؟ من ضمن محتويات الوحدة الثانية اللي هندرسه السنة دي إن شاء الله السرسوب اللي هو إيه السرسوب ده؟ طب نتعرفه عليه كده هو يشمل تحت منه أو بيشمل محتوياته هناخد فيها تعريف السرسوب تركيب السرسوب الأهمية الغذائية للسرسوب السرسوب ده هو عبار عنه؟ لبن هو كمان لبن ولكن بيطم الحصول عليه بعد عملية ولادة الحيوان مباشرة ولمدة 3 إلى 7 أيام خلي بالك إن السرسوب ده مخصص للعجول الرضيعة ليه؟ إيه السبب؟ إحنا بنوجهه ليه للعجول الرضيعة؟ لأنه بيعمل على تفتيح أمعاء العجول الرضيعة لأنه كل بروتين هتلاحظ أن لبن السرسوب عالي جدا في نسبة الأملاح سريع تجابن لا يمكن تصنيعه أي منتج لبني لأن الفترة من 3 إلى 7 أيام خلي بالك اللبن ده مخصص للعجول الرضيعة بعد كده بيتحول إلى الحالة السائلة الطبيعية العادية عليه أبدأ أنا كمصنع ألبان ودرست ملهج الألبان أبدأ أعمله عمليات التصنيع للمنتجات المختلفة طيب إيه محتوى الوحدة التانية في الأجزاء اللي بايه؟ الأهمية التكنولوجية إحنا أخذنا إذا إحنا جلنا السرسوب هنقد وصلنا فيه لحد الأهمية الغذائية وفيه كمان الأهمية التكنولوجية بالنسبة للسرسوب طيب هنأخذ إيه كمان؟ مجموعة عمليات تتم على اللبن عند استلامه أو وصوله إلى مركز التجميع أو معمل التصنيع من ضمنها قياس درجات الحرارة إنت بتجيز درجة الحرارة بإيه؟ بالترمومتر هنأخذ في الترمومترات أنواعها عندي أنواع من الترمومترات الترمومتر المئوي، الترمومتر الفهرنهايتي كل واحد فيهم ليه درجات وليه تدريج ده كل الحاجات دي هنتكلم عليها بالتفصيل لما ييجي معتها إن شاء الله في الحلقات القادمة إيه من محتوى الوحدة الثانية أنواع الترمومترات المستخدمة داخل معامل الألبال والتي تستخدم في قياس درجات الحرارة إيه أيضا محتوى الوحدة الثانية تانية عندي أو بقيته عندي خواص اللبن الحسية وخواص اللبن الطبيعية الحسية تشمل إيه في نظرك أو في وجهة نظرك اللي أنت هتدرسه اللون، الطعم، الرائحة اللي أنها أحسها أو حاجات ملموسة اختبارات طبيعية أنت هتجريها على اللبن ده كله خلي بالك هتاخده عند تدريس الوحدة الثانية كيفية أخذ العينة وحفظها هأخذ عينة من اللبن عشان أجري عليها مجموعة من التحليلات أو التحليل هأخذ العينة إزاي؟ طب نجي ناخده لمحة بسيطة عن العينة هي جزء من اللبن متجانس جدا خلي بالك لازم أخذ عينة اللبن تكون موزعة من جميع أجزاء اللبن أثناء أخذ العينة هنشرح ساعتها وقولك يجب إجراء التقليب الجيد يجب أن يكون اللبن على حالة طبيعية سائلة يكونش متجبن عشان أبدأ أخذ العينة هناخد كمان إزاي نحفظ عينة اللبن عشان نجري عليها الاختبارات بعدك طب هي الاختبارات التي تجرى على اللبن ذكرنا من شوية أنها اختبارات حسية طبيعية كيميائية هقاف عن الاختبارات الكيميائية اللي أنا ذكرت منها من شوية اختبار الحموضة ونسبة الدهن والوزن النوعي حموضة ونسبة الدهن والوزن النوعي ده هنتكلم فيهم أكتر مدة هنتكلم نشرح فيها لأنهم من أهم الاختبارات التي تجرى داخل معامل الألبان لأنهم اللي بيحددوا عندي أنا هستلم اللبن ده ولا رفضه أنا هأوجهه لأي نوع من أنواع الصناعات طب هنتكلم عنهم باستفادة بس نكمل الأول باقي محتوى المنهج اللي أنت حضرتك هتدرسه السنة دي هناخد فكرة مبسطة عن إيه؟ عن الاختبارات البكتريولوجية الاختبارات البكتريولوجية التي تجرى على اللبن يا طرى هعمل منها مزارع ميكروبية أشوف أني ميكروبات موجودة فيها يا طرى الميكروبات دي نافعة ولا ضرة طب أنا هستغل النافعة دي وهعمل بها إيه؟ طب هتساعدني في إيه؟ في تسويت الجبنة ولا لأ؟ في عملية التجبن ولا لأ؟ طب كلمة التجبن بالمرة أي عبارة عن تجبن وعبارة عن إيه؟ هيمر عليك التجبن هتحول اللبن من الصورة السائلة إلى الصورة المتمسكة أو الهلامية صورة المتمسكة أو هلامية هيتكون أو يجمع جميع مكونات اللبن هتبدأ تتجمع عندي خلي بالك ما عدا الماء الماء هيطلع في صورة شرش طب بمناسبة كلمة التجبن إذن محتوى الوحدة الثانية هو أكتر شوية من الوحدة الأولى لكن أنا هكونت عمقتها هكون عرفت تركيب اللبن هكون عرفت تعريف اللبن هكون عرفت الحالة التي توجد عليها اللبن هكون عرفت القيمة الغذائية هكون عرفت كيفية عملية التصنيع أو أنا الأهمية الصناعية الأهمية الزراعية ده كلها هكون عرفته طب نشوف الوحدة الثالثة بتشمل مجموعة من المحتويات هي أيضا الوحدة الثالثة تشمل اللبن أو تداول اللبن وتسويقه تداول اللبن ما بين المنتج والمستهلك تداول اللبن ما بين المنتج ومركز التجميع ثم عملية التصنيع ثم المستهلك إذن بيمر اللبن بمجموعة مراحل طب عشان يتداول اللبن ويجرى له عملية تسويق إيه محتوى الوحدة كله طرق تحديد سعر اللبن طب وقفة بسيطة عند طرق تحديد سعر اللبن من ضمن طرق تحديد سعر اللبن يتم تحديد سعر اللبن على أساس الوزن على أساس الكيل مكيال بالكيلو على أساس نسبة الضهر على أساس نسبة الجوامد دي كلها طرق من أحدى طرق تحديد سعر اللبن وأنا بحدد سعر اللبن على أساس نسبة الضهن ليه؟ عشان أعرف يا طرى الرجل اللي هيورد للبن ده هتحك علي وأنا درست ألبان صح وهقدر أكشف على اللبن ده يا طرى سليم ولا مش سليم نسبة الضهن فيه كام؟ كمان هتأخذ نسبة الضهن تتراوح في اللبن الجاموسي من 6% لـ 9% أما نسبة الضهن في اللبن البقري خلي بالك من 3% لـ 6% معنى كده أن نسبة الضهن في اللبن الجاموسي أعلى من اللبن البقري بالإضافة إلى حجم حبيبات الضهن الموجودة داخل اللبن الجاموسي أكبر من حجم حبيبات الضهن الموجودة داخل اللبن البقري خلي بالك أن كل نوع من أنواع الألبان المختلفة دي سواء كان لبن بجري أو جموسي أو معز وأغنام يستخدم في تصنيع منتجات أنت بتبدأ توجهها هتتعلم الحاجات دي كمان يعني أفضل استخدام اللبن الجموسي في صناعة إيه الجبن الضمياتي أو الجبن الأبيض طب أفضل استخدام اللبن البجري في صناعة إيه في صناعة الجبن الجافة اللي هي الجبن الرومي هل بالك ليه إيه سر أو أي السبب هتاخد كل الحاجات دي وهتدرسها إن شاء الله لأن طبعا عندنا اللبن البجري الحبابات الدهنة بتاعته الصغيرة يعني ناعم خلي باله اللبن الجموسي يبقى هيساعدني في عملية صناعة الجبن الجافة اللبن الجموسي نسبة الدهن فيه عالية الأحماض الدهنية الطيارة عالية جدا فيه حجم حبابات الدهن كبير يبقى ممكن تفقد مني أثناء صناعة الجبن الجافة لأن الجبن الجاف بياخد عندي مدة طويلة أثناء عملية التصنيع أو عشان أخذ منتج نهاء طيب نشوف محتويات الوحدة الثالثة أنت هنا منها يبقى أنت خد محتويات الوحدة الأولى محتويات الوحدة الثانية محتويات الوحدة الثالثة طيب محتويات الوحدة الرابعة عبارة عن إيه خلي بالك طرق غش اللبن المختلفة أما بنتكلم عن طرق غش اللبن مش علشان خاطر إحنا نغش اللبن لا ده احنا بنعلمك إزاي تكشف الغش للبن اللبن ده مغشوش ولا سليم ما انت خدت قبل كده الطرق تحديث سعر اللبن وكان من ضمن طرق تحديث سعر اللبن تحديث سعر اللبن على أساس نسبة الضهر طيب يطرى اللبن ده منزوع منه ضهر حدثت يعني عملية فرز طيب انضف عليه مية طيب انضف عليه لبن فرز طيب اللبن الفرزة هو عبارة عن إيه؟ لبن الفرزة هو عبارة عن لبن منزوع الدسم أو الضهر والناتج من الفرز خلي بالك منزوع الدسم أو الضهر ما فيهوش أي ضهن خالص يبدأ يغش بيها يغش بيها هيضيفه للبن الكامل يجب يزود الكمية ويجلل نسبة الضهر ده إحدى طرق إيه الطرق الغش من إحدى طرق الغش أيضا نزع ضهر أن ياخد اللبن يحط داخل الفراس وده جهاز من ضمن الأجهزة الموجودة داخل معامل الألبان وجهاز مهم جدا بستخدمه عند صناعة المنتجات الدهنية طب هي المنتجات الدهنية بتشمل إيه؟ بتشمل القشطة الزبدة السمنة دي كل المنتجات الدهنية بيحدث عملية الفرز أو نزع الدهن ويدي لك لبن منزوع الدهن أو الدسم تبدأ أنت بقى توجهه يبقى هو كده الرجل بيغشني بتحكي عليه لأنه هو كده سلمني لبن في حين أنا عامل عقود بيع وشراء للبن معاه ومتفق على نسبة الدهن المفروض تكون كام طب أنا عايز أكشف كل طرق الغش دي هكشفها إزاي؟ لازم أتعلمها وأتعلمها صح وأجري لتعتبر مهارة وأجريها بإيه دي؟ أجري الاختبارات بإيه دي مرة واثنين وتلاتة والمعلم هيقوم بذلك خلي بالك مع حضرتك يبقى بالتالي هيوصلك إزاي تكشف على الغش؟ عندك الغش بالماء ناسها تضيف مية على اللبن الغش باللبن الفرز أو الغش بنزع دهن يعني فرز اللبن عندك الغش بالنشة عندك الغش بالفرمالين ومن أخطر طرق الغش الفرمالين لأنه بيسبب التهاب الكابدي على طول وممكن يسبب الوفاء الغش بإضافة ماء أكسوجين الغش بإضافة الأمونيا الغش بإضافة الكربونات والبيكربونات طب نشوف الغش بالنشة هو بيعمل إيه الراجل عشان أنا بدي لك خلفية بس بسيطة عن معظم المحتوات اللي احنا هندرسها السنة دي إن شاء الله مية غش بالنشة هيعمل إيه؟ بيبدأ ينزع الدهن نزع الدهن وخده في صورة قشطة يبدأ هو يبيع أو يستفيد بيه أو يحاوله لأي منتج هو عايزه سواء لزبدة أو لسامنة برحته خلاص ويدي لك لبن فرز ما فيهوش ده طب عشان يعود الموضوع يجب ما يعمل إيه؟ خلي بالك يضيف نشة النشة لما يضيف نشة يبقى هيكون ضيف مية اللبن خف منه بجاء خفيف ما بجاش فيه لزوجة بجاء قوامه لإن أنت هتاخد تعريف القوام يعني إيه؟ وهتاخد لزوجة اللبن يعني إيه؟ والقوام المصبوط بتاع اللبن كام؟ والوزن النوع للبن كام؟ زي ما اخدنا نسبة الضه جلنا في اللبن الجاموسي من 6% لتسعة في المية واللبن البقري من 3% لتسعة في المية يبدأ هو يضيف نشة إذن إضافة النشة وبيجرى لها اختبار خلي بالك تعتبر طريقة من طرق الغش واحد تاني مش يغش بالنشة هيغش بالفرمالين هو الفرمالين ده بيعمل إيه؟ آه ده الفرمالين ده مشكلة لوحده أولا بيعمل عملية تحلل للضه ده أساسي غير كده كمان فرمالين بيعمل إيه؟ بيمنع ارتفاع الحموضة مثل ماء الأكسجين بالضبط ماء الأكسجين هو كمان يعتبر طريقة من طرق الغش الرجل بتاع تجميع اللبن أو بتاع مركز التجميع أو المجمع بتاع اللبن سواء بماء أو أي طريقة كانت يبدأ يضيف ماء أكسجين على اللبن ليه؟ عشان خطر بيتحرك في الحر أو بيتحرك بالنهار يبدأ الحرارة ترفع حموضة اللبن هو مش عايز الحموضة ترتفع يجب من يوجه في ارتفاع الحموضة بدافت ماء أكسجين طب كل الحاجات دي ضرر ولا مش ضرر؟ ضرر طب لازم أنا أتعلمها وأعرفها عشان أقدر أكشف اللبن ده مغشوش ولا لا لأن أنا بصنع في معملي والتصنيع المختلف أو المنتج اللي أنا هاخده أو المخرج النهائي لعملية التصنيع يجب أن يتمتع بالمواصفات القياسية وكل منتج من المنتجات اللبنية له مواصفات قياسية خاصة به خلي بالك طب نشوف اللي بعديها عندك هنا الغش بإضافة لإيه؟ الأمونيا كل دي بتعمل على إيقاف ارتفاع الحموضة خلي بالك بتحفي عملية التزنخات الغش بإضافة الكربونات والبي كربونات طب خلي بالك كده كده احنا خدنا كام وحدة عندي خدنا حد دلوقت أربع وحدات طب يطرى في حيباجي عندنا عندي في عندي مرة علينا عقود بيع وشراء اللبن عقود بيع وشراء اللبن لازم يجرى عمل عقد ما بين البائع والمشتري ما بين البائع والمشتري هو عقود بيع وشراء اللبن دي ايه سببها ليه ايه الايه ليه ليه انا بعمل عقود بيع وشراء اللبن عشان تلزم تلزم المورد والمستورد او الايه المرسل والمستقبل تلزم البائع والمشتري طب هنرجع لمحة بسيطة للوحدة التالتة اللي قدامنا حاليا دلوقتي احنا وجلنا طرق تحديث سعر اللبن عقود بيع وشراء اللبن لازم يكون فيه عقد للبيع والشراء بتلزمك كطرف اول بائع للبن خلي بالك وتلزمني كطرف ثاني مشتري طب من ضمن عقود بيع وشراء اللبن الاجزاء ايه الايه اللي انا يلزمني ان انا هتفج على المعاد اللي انا هاسلم فيه اللبن هسلمه الساعة كام نسبة دهن المفروض تكون كام الحموضة تكون كام طب الراجل الايه المورد بتاع اللبن اتأخر في عملية التسليم والحموضة هترتفع منه يجب من يعمل ايه يضيف ماء اكسجين على اللبن عشان يمنع ارتفاع الحموضة عشان يلتزم بالعقدة ودي طريقة تعتبر من طرق الغش عقود بيع وشراء اللبن لها شروط يجبنا خلي بالك او لها مجموعة بنود هنتكلم على هي كمان طب هاخد ايه كمان تاني الشروط التي يجب مراعتها عند نقل اللبن ده شروط مهمة جدا اولا من ضمن الشروط التي يجب مراعتها عند نقل اللبن نقل اللبن في الصباح الباكر ليه؟ حتى لا تؤثر درجة الحرارة على اللبن فتؤدي الى رفع حموضة اللبن الحموضة لو ارتفعت عندي يبا هتوجيهني الحقيقة تانية خالق على افتراض ان انت استلمت لبن حموضته مرتفعة تتصرر فيه ازاي؟ الحموضة لو وصلت اعلى من واحد وعشرين من مية في المية كده هتعمل لك مشكلة طب الحموضة الطبيعية للبن كـ 14 من مية الى 16 من مية في المية وقد تصل الى 17 من مية في المية اذا هو لبن يتمتع بالمواصفات القياسية طب هترتفع الحموضة عن 17 من مية في المية ده هيجبرك كمصنع البان انك توجه للبن الى ما يتناسب معه من عملية تصنيع اديك مثال لو اللبن بيتمتع بالحموضة الطبيعية 16 من مية 17 من مية في المية خلي بالك ده هوجهه لصناعة الزبادي صناعة الجيلاتي ليه؟ لان في الزبادي لازم ارفع درجة حرارة اللبن طب اثناء رفع درجة الحرارة لو الحموضة مرتفعة اللبن هيحدث له عملية تخثر او تجبن يعني هيكون ما يسمى باللبن القطعة يعني لا يصلح لصناعة الزبادي لان انت بتعامل اللبن معاملات حرارية عالية قد تصل الى 70 او 80 او 90 درجة مئوي على حسب مدة رفع درجة الحرارة خلي بالك الحموضة لو ارتفعت عندك خلي بالك تاني ارتفعت اكتر طب ها ارمي اللبن طب ها وديه فين اللبن ممكن اوجهه لصناعة الجبن الحمضية مثل الجبن المزرلة ممكن اوجهه لصناعة الجبن الجافة مثل التشدر او الراس او الجودة اي نوع من انواع الجبن السلاسة ممكن اوجهه ليه بس امتى خلاص انا هقمنا عملية التصنيع او مش اصنع اللبن ده خالص لو علة الحموضة اعلى من 24 من 100% كده انا مش هقدر اتغلب عن اللبن ده خالص او اعمله عملية تصنيع غير ان كنت احاوله الى ما يسمى بالجبن الريكوتا او يكون له تصريف اخر خالص عندي تاني هاستلم اللبن ده كانت من ضمن وحدات الواحدة التالت محتوى الواحدة التالت استلم اللبن وانا باستلم اللبن زي ما وصفت لحضراتكم ملتلك هناك ثلاث اختبارات اساسية تجرى على اللبن بقررها تاني هي عبارة عن اختبار الحموضة ونسبة الدهن خلي بالك والوزن النوعي اثناء استلام اللبن ده هيتم داخل مبنى يسمى مركز التجميع مركز التجميع هو ببعض عن ايه مبنى مجهز ومعد لاستلام اللبن وتحسين مظهره هاستلم اللبن وحسن مظهره داخل مركز التجميع او مركز التجميع المبنى ده خلي بالك اللي يقيمه فيكم او يعمل مع مركز تجميع بيحجق ارباح عالية جدا العمليات اللي بتتم داخل مركز التجميع زي ما قلت لحضراتكم اختبارات ثلاثة عملية التصفية عملية التبريد عملية التبريد ده بتحدث داخل معامل داخل مراكز التجميع طب يطرى محتويات مركز التجميع هتاخدتها هي كمان في محتويات زي أرصفة الاستلام أواني معدنية وأقصات لاستلام اللبن عندي تيرمومترات خلي بالك عندي أواني معدنية كل دائعة بيكون موجودة عندي عندي مبرد خلي بالك مبرد عشان يحدث عملية وقف أو منع الارتفاع الحموضة أنا عايز أوقف ارتفاع الحموضة بس يكون وقف طبيعي بدون الغش بدون أنا ما يغش اللبن خلي بالك عايز أمنع ارتفاع الحموضة طيب ايه اللي احنا ممكن ناخده كمان عندي في داخل منهج الألبان خلي بالك أو داخل تيرمي الأول في الصف الثاني الزراعي ايه اللي ناخده أنا هتعرف على معمل الألبان من الشق العملي هتعرف على معمل الألبان هأعرف بمحتوياته ومن ضمن المحتويات أو الأجهزة والمعدات الموجودة داخل معامل الألبان عندي أكتر من جهات عندي الفراس عندي الخضاد عندي غلاية عندي أحوات تجابن عندي سكاكين أمريكية طولية وعرضية عندي قوالب الجبنة الدمياطي عندي قوالب الجبنة الدبل كريم عندي أواني معدنية عندي ترمومترات عندي أدوات اختبار الحموضة أدوات اختبار الوزن النوعي أدوات اختبار نسبة الضهر أدوات مستخدمة في الكشف عن غش اللبن عندي مجموعة كيمويات لازم أكون أعرفها خلي بالا طيب نشوف بعد كده احنا اتكلمنا عن الوحدة الرابعة وجونا محتوياتها اتكلمنا عن الوحدة التانية والاولى يبدأنا بالوحدة الاولى التانية التالتة الرابعة ده محتوى كامل للترم الاول طيب وانا هاذاكره ازاي انا هاذاكر ازاي انا الالبان دي لازم عشان اذاكر مادة الالبان اكون مركز مع المدرد بتاعي احضر الاختبارات او المهارات العملية التي تتم داخل معمل الالبان اكون ملتزم في تنفيذ المهارة انا خلصت خدت النهار ده دروسي خدت مهارة وليكن صناعة الزبادي انا هروح البيت ارجع النظر بتاعها عليها ارجع النظر الخاص بيها مرة تانية خلي بالاك ويا سلام انا لو نفزت المهارة مع نفسي لو جمت بعملية التصنيع لان حاليا زي ما زكرت لحضراتكم خلي بالك انه هيتم تطوير المناهج او تم تطويره بالفعل تطوير المناهج وخضعت الى ما يسمى بمنظومة الجدارات يعني الطالب هيتعلم كيفية تصنيع المنتج بايده انت هتتعلم هتصبح طالب مهاري يعني عندك جانب معرفي جانب مهاري جانب سلوكي اللي هو تنفيذ المهارة بعينها هي نفسها المهارة هتتنفذ وانت اللي هتنفذها بايدك اذا اصبحت انت كنت مستقبل فقط اصبحت مستقبل ومرسل تب كل هدف من ده كله زي ما ذكرت قبل كده علشان خاطر اطلع طالب مهاري يجيد تصنيع المنتجات اللبنية يجيد تصنيع او له القدرة على القيام بالمهارات المختلفة لتصنيع منتجات الالبان خالي بال غير كده كمان ده انت هتتعلم ايه ازاي تحكم على جودة المنتج المنتج اللي انت هتصنعه ازاي انت تحكم على جودة المنتج تب في نهاية المحتوى اخر السنة انا خلصت همتحن ازاي هيكون ايه ايه توزيع الدرجات بتاعتين اتكلم عن التقييم كيفية التقييم وتوزيع الدرجات طول ما انت شغال خلي بالك عندك فيه بتاخد درجاتك مقسمة كالآتي اربع درجات اعمال سنة تمن درجات نظري تمن درجات خلي بالك عملي في المهارة اللي انت بتجريها تب نبدأها من الاول بالنسبة لاعمال السنة مقسمة الى شفوي تحريري تحريري وسلوك او مواصبة يبجيه موضوع المواصبة او السلوك عندي هنا لازم انا انتزم والتزم مع المعلم بتاعي عشان اعرف خطوات تنفيذ المهارة واقدر استفيد التمن درجات التانيين خلي بالك احنا قدنا اربعة فيه تمن درجات على الامتحان التحريري في نهاية الترم طبعا بيكون مجمع الامتحان خلي بالك ما يجلجكش ما يخوفكش ما فيهوش اي مشكلة خالص وعلشان خاطر الرهبة بتاعت الامتحانات تم تطوير المنهج كما ذكرت الى منظومة الجدرات اللي الطلبة زمالكم بقى اللي هما داخلين سنة اولى هيعرف يعني ايه جدرة يعني ايه منظومة يعني ايه برنامج يعني ايه مقرر ويا ترى هياخدوا كمان فيه الفرق ما بين التعليم القائم على الجدرات والتعليم القائم على المنهج اللي حضرتك بتدرسه طيب احنا خدنا اربع درجات عمال سنة تمن درجات خلي بالك خاصين بامتحان التحريري خمس تمن درجات خاصين بامتحان المهارة طيب المهارة دي انت هتجريها بيدك اه قانونا مفروض تجريها بيدك المهارة طيب المهارة دي اي مهارة اي مهارة هتطلع لك في الامتحان انت مكلب بيها طيب انا بكتب ايه في المهارات بكتب الادوات بكتب الخامات خطوات اجراء المهارة عندي المعلم اللي بامتحنك عملي هيبدأ يقايمك من ناحية الاداء والثقة في الاداء طب تعالوا ناخدوا مهارة بسيطة كده خلي بالك وليكن تقدير حموضة اللبن من ضمن المهارات اللي حضرتك هتمتحن فيها هي عبارة عن تقدير حموضة اللبن الاول تعريف الحموضة هو عبارة عن ايه عدد جرامات حامض اللكتيك الموجودة في 100 سنتي لبن اذا تعريف الحموضة هي عدد جرامات حامض اللكتيك الموجودة في 100 سنتي لبن او 100 جرام لبن طب ليه انا خدت حامض اللكتيك للتعبير عن الحموضة لانه اكثر المنتجات او اكثر المخرجات اللي بتطلع عندي نتيجة ايه تكون حامض اللكتيك حامض اللكتيك تكون نتيجة تحول سكر اللكتوز الى حمض اللكتيك بفعل انزيم يسمى انزيم اللكتيز يبقى خلي بالك ولنا في تقدير الحموضة عرفناها حيلزمني علشان انفذ المهارة مجموعة من الادوات مجموعة من الخامات ثم اتباع مجموعة من الخطوات طب ضمن الادوات اللي بتوجد عندي واللي انا المفروض اتعرفت عليها في اول درس عملي من ضمنها السحاحة السحاحة مدرجة بالحامل جيف نصيني مصة 10 سنتي لأفز عينة اللبن طب ايه الخامات اللي المفروض تكون موجودة عندي دليل الفينول في سالين موجود تكون عندي عينة اللبن تكون موجودة هي كمان عندي دي خامات موجودة لتقدير حمودة اللبن طب الخطوات انا هاجري اختبار الحمودة ازاي خلي بقى لك ان الكل اللي بقوله ده ان شاء الله هيتعاد وبتنظيم وبترتيب اخر مرة تانية بس انا قلت اديكم لمحة بسيطة عن الاختبار المهم ده لان الاختبار ده اثناء استلام اللبن من ضمن اختبارات الاساسية التي تجرى اثناء استلام اللبن خطوات اي رأي الاختبار عندي اختبار الحمودة تملأ السحاحة بمحلول صاد الف يد تسع عياري وتضبط القراءة الاولى وتسمى قاف واحد هاخد القراءة التانية بعد اجراء عملية المعايرة وبعد وضع دليل البي اتش بي اتش او دليل الفينول في سليل دي كانت لمحة بسيطة عن احد الاختبارات يبقى مجمل اللي خدناه النهاردة خلي بالك هو عبارة عن الوحدة محتويات الوحدة الاولى محتويات الوحدة التانية محتويات الوحدة السالسة خلي بالك محتويات الوحدة الرابعة ده اللي هتدرسه خلال العام خذنا كمان التقييم أنا هتقيم إزاي هأعرف درجاتي عبارة عن إيه وإيه قلنا أربع درجات عمل سنة تمانية نظري تمانية عملي خلي بالك كل الحاجات دي احنا خدناها احنا بس بنتعرف على المنهج هو عبارة عن إيه لكن المحتوى العلمي كشرحة إن شاء الله هيتم معاكم في حلقات أخرى قادمة بإذن الله خلي بالك علشان خاطر أنا نشرح إلى البان يا إحنا الدولة عاملنا أو وزارة تربوة التعليم عاملنا نظام كويس جدا هو عبارة عن إيه إنها هيكون عندك أكتر من مصدر لتلقي المعلومات عندك المدرسة عندك اليوتيوب عندك البرامج التلفزيونية اللي بتطورة التلفزيون أمام حضراتكم حاليا يكب أنت عندك أكتر من مصدر لأخذ المعلومة أو الحصول عليها يعني ما فيش أي إعاقة في الحصول على أي معلومة خالص كده الحلقة بتاعتنا انتهت معكم يا رب يكون أسعدناكم واستفدتم مننا وإلى لقاء آخر في حلقات قديمة إن شاء الله كان معكم مهندس ناشط الجصاص موجه ألبان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته